استطلاع أهل المثنى كان الخطوة الأولى لأمر لواء أنصار مرجعية قبيلة لن تراجع عن تظاهرات الأربعاء المقبلة فتمهيد الياسري سبقه لقاء عقده في بغداد مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشعى السوداني الياسري وصف اجتماعه بالسوداني بالناجحة كونه أشفر عن تشكيل لجنة من مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي للإشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظة وعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال والأهم استحصالوا 37 مليار دينار لإقامة مشاريع قدمية تقدمها لجنة التظاهرات الشعبية للجانب غلق كل مكاتب الاقتصادية وأخبار جهاز الأمن الوطني والاستخبارات عن وجود أي مكتب في السماوة ناشطوه التاشرين أبدوا استغرابهم من تراجع الياسري بعد رقائه السوداني بحجة انتظار لجهنة تنفيذ المطالب وأكدوا أن تأجيل الياسري لتظاهرات الأربعاء المقبلية تطلب يعادة تفكير بإرقادة الحركة المدنية كونه يتحدث باسمه وحول قربه من المرجعية وجهاء وشيوخ عشاء المحافظات الوسط والجنوب انتقدوا بشدة قرار الياسري بتأجيل تظاهرات الأربعاء المقبلة وبيّنوا أن الياسري أحبط بتأجيله التظاهرات المشروع الذي ينتظره العراقيون لإنهاء الفساد والفسدين في محافظاتهم التي تعاني الأمرين منذ عقدين من الزمن وأي دعوى التظاهر في المستقبل سيتم التأكد من نية من يطلقها قبل الإعلان عن دعمها فالتراجع الياسري لم يكن منطقيا كون التظاهرات تتعلق بعشر محافظات وليست بالمثنى فقط متبعين كرهم عدم الخروج في تظاهرات الأربعاء المقبل إذن يعني هو أن الحكومة وأدت الحركة قبل ولادته فهل فضل الياسري المكاسب على ثورة الاقتلاع للفاسدين أم أن الأمر تأجيل وبانتظار نتائج ما حدث خلال لقاء السوداني بالياسري هذه أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة ويبحث عنها التشرينيون بشكل تفسيري والأيام المقبلة ستكونوا كفين بالإجابة عليها